السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسميا سقوط مدينة بخمت في يد الروس وصراخ امريكي بعد سقوط المدينة الاستراتيجية المهمة جدا وكمان اعتراف رسمي من الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسيكي بسقوط المدينة وانها اصبحت بالنسبة للاوكران في القلب وخيال تفاصيل مهمة جدا معنا في الحلقة دي فرجاء من حضراتكم متابعتنا وفضلا دعم القناة ولايك وشير للفيديو واللي مش مشترك معنا في القناة ياريت يشرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس ويلا نبدأ الحلقة في مجموعة السبعة الصناعية اللي منعاقدة حاليا في هيروشيما في اليابان اعلنت روسيا السيطرة على مدينة بخمت الاوكرانية بعد معركة استمرت 8 شهور في المدينة الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسيكي اعلن كمان النهاردة وهو موجود في قمة السبعة الصناعية ان المدينة سقطت وانها بقت في قلوب الاوكران فقط لدرجة انه بيخاطب الشعب الاوكراني انهم يعرفوا ان مفيش مدينة اسمها بخمت من الاساس لان الروس دمروها بالكامل زي ما قال لكن بعد كده رجع المتحدث باسم الرئيس الاوكراني وقال ان زيلنسيكي ما كانش يقصد سقوط المدينة وما اقرش اصلا بسقوطها وان رد الرئيس الاوكراني ده كان سببه ان احد الصحفيين سألوا عن سقوط سيطرة الروس على بخمت فاجاب بالنفي بعدها رئاسة الاركان الاوكرانية نفت سيطرة الروس على بخمت وان القتال في المدينة مازال مستمر وان قوتها بتصد عمليات قتالية هجومية للجيش الروسي وكلها بتفشل الرئيس زيلنسيكي نفسه حاول ينفي الكلام اللي قاله عن سقوط مدينة بخمت وقال انها مليئة بجثث الروس وان حالة المدينة صعبة جدا بسبب هذه الجثث لكن رد عليه مؤسس مجموعة فاجنر الروسية بان اكتر الجثث في بخمت للقوات الاوكرانية وانهم حاولوا يهربوا من المدينة في ملابس نسائية وان تم السيطرة على المدينة حتى اخر سنتيمتر وان زيلنسيكي نفسه شكله مش عارف ايه اللي بيحصل على الارض وان القوات الروسية رفضت تاخد اي اسرة في بخمت واطلقت النار على الهاربين والكلام ده طبعا وفقا لمؤسس مجموعة فاجنر زيلنسيكي وهو بيتكلم عن فشل اوكرانيا في الاحتفاظ ببخمت في مجموعة السبعة الصناعية تمت مكافئته بالاعلان عن حزمة جديدة من الاسلحة والمساعدات العسكرية الاوكرانية واللي كانت عن طريق امريكا اللي اعلنت انها هتبذل قصارى جهدها في الدفاع عن اوكرانيا وتعزيز قدرتها الدفاعية من المفترض ان المساعدات الامريكية القادمة هتكون بقيمة 375 مليون دولار وهتتضمن ذخيرة ومدفعية ومركبات مدرعة لكن على الجهة التانية الروس اعلنوا بشكل رسمي السيطرة على بخمت وتطهرها بالكامل وان العمليات اللي بتحصل فيها حاليا هي اعادة تهيئة للمدينة لاخضاعها للقانون الروسي وللسيادة الروسية حتى ان الرئيس بوتن نفسه هنأ مجموعة فاجنر وقوات الجيش الروسي بخصوص السيطرة على المدينة ووجه برفع اسماء المشاركين في تحريرها وتقلدهم او سمة الشرف لانهم زي ما بيقول بيستحقوها الاوكران عندهم رواية ان بخمت لم تسقط حتى الان ليه؟ لانهم بيحاولوا يشنوا هجمات من على اطراف المدينة او اجنحتها علشان يقتحموها وبالتالي الكلام عن سقطها هو كلام غير دقيق من وجهة نظرهم طبعا لان لسه الاشتباك زي ما بيقولوا شغال والمعركة مستمرة لكن ده تدليس ليه بقى؟ لان المدينة دلوقتي بالكامل تحت سيطرة الجيش الروسي فعليا والتصرحات الاوكرانية ما هي الا محاولة ابراز التقدم او تطور القتال علشان زيلنسيكي في اجتماع مجموعة السبعة الصناعية في اليابان وبسبب الضغوط اللي عليه كمان من النيتو وامريكا بيصنعه رواية تجيب دعم اكبر من الامريكان واوروبا ومعها مساعدات اكبر لان الانظمة الاوروبية والامريكية واقعة تحت طائلة ضغوط شعبية واقتصادية كبيرة وبالتالي هم عايزين يقولوا ان استثمارهم في دعم اوكرانيا بيجيب نتيجة وانهم هيستمروا في الدعم ده بالتالي هم بيحيدوا جزء من الضغوط الموجودة عليهم علشان يتكلموا في دعم اكبر لاوكرانيا مش بس حزم المساعدات العسكرية التقليدية ولكن كمان لادخال اسلحة جديدة الاول مرة الاوكرانيا زي مثلا الكلام الحالي عن تزويد اوكرانيا بتلاتة اواربع اسراب من طائرات الاف 16 الامريكية واللي دعمتها امريكا وبريطانيا وحتى هولندا كمان النهاردة ابطأت بيع مقاتلاتها من نفس الطراز لانها هتبعتها الاوكرانيا في الفترة القادمة واللي متوقع تكون في بداية شهر اغسطس القادم مجموعة السبعة الصناعية اعلنت انها مش هتجمد الصراع وانها مستمرة في دعم اوكرانيا زي كان ده مثلا اللي صرح رئيس وزراءها بدعم اوكرانيا مهما استغرق الامر ومهما كلف بلاده الدعم ده كمان المستشار الالماني قال ان تدريب الطيارين الاوكران على المقاتلات الامريكية هو رسالة لروسيا ان ما تفكرش ان غزوها الاوكرانيا هينجح وان اطالة امد الصراع مش معناه التخلي عن دعم اوكرانيا وان تقدم مساعدات دفاعية الاوكرانيا مش معناه الاقتصار عليها ولكن يجب وضع ضمانات امنية الاوكرانيا بعد انتهاء الحرب كمان رئيس الوزراء البريطاني قال ان التدريب اللي هتشارك فيه بلاده هيبدأ الصيف ده وهيتم فيه تزويد اوكرانيا بالطيارات اللي محتاجاها في المستقبل فكل الكلام اللي خرج من مجموعة السبعة هو عبارة عن ضرورة دعم اوكرانيا ورفض تجميد الصراع او انتهاءه الا بهزيمة الجيش الروسي وانسحابه بالكامل من الاراضي الاوكرانية كافة الضجة اللي معمولة في قمة السبعة الصناعية دي جاية بسبب الهزيمة في بخموت اللي مش بس كانت ضربة معنوية للناتو امريكا لكن كمان يا اخوانا كانت اكبر من كده كانت هزيمة سياسية كاملة للحلف وكانت رهان فاشل من حلف الناتو في تغيير مصار الحرب وان المصار القادم للحرب هيكون لاقاليم اكبر ومناطق اكتر استراتيجية من بخموت لان بخموت هي نقطة لوجستية مهمة في دعم وايصال الامدادات للجيش الاوكراني في مناطق دنباس اللي من المفترض ان الجيش الاوكراني عايز يحررها سيطرة الروس على بخموت هيوصلهم بالطريق الدولي M03 واللي من خلالها تقدر القوات الروسية تتقدم لخاركيف وهتمكن الجيش الروسي كمان من تهديد مناطق اكبر زي كراما تورسك وهتكون منصة الانطلاق لمزيد من المكاسب الميدانية روسيا حاليا بتشوف الخطوات القادمة بعد بخموت وفيه كلام عن انتشار مكثف لضرونات استطلاع روسيا فوق اوكرانيا علشان تجمع المعلومات وتقوم بعملية المرأبة الجوية واللي كانت اكتر من المعتاد وفقا للي نقالته بوزارة الدفاع البريطانية واللي هتكون اول خطوات القيام بهجمات قوية لروسيا على اوكرانيا واستخدمت فيها روسيا مسيارات سوبر كام واللي عندها نطاق كبير جدا لتغطية اجزاء واسعة من اوكرانيا وتكلفة انتاجها كمان منخفضة الروس النهاردة وعن طريق وزارة الخارجية الروسية هاجموا مجموعة السبعة وقالوا عنها انها تدهورت بشكل لا رجعت فيه وانها بقت منصة لتقديم مبادرات لتدمير العالم وتقويد الاستقرار العالمي وان فيه تناقض ما بين انها بتصور نفسها ان هي الضامن الاقتصادي للاستقرار المالي وما بين مبادرات الخراب اللي بتقدمها للعالم حاليا وان السنين الاخيرة بتثبت ان المجموعة مش قادرة تقدم اي شيء مهم او مفيد في المجال السياسي او الدبلوماسي اللي بيحصل حاليا في العالم يخليك تدرك ان حرب الغرب وامريكا على روسيا فيها تناقضات وبجاحة منقطعة النظير وفيها كمان قلب للحقائق بصورة مفيش انسان عائل ممكن يستوعبها وفيها اسرار على انهم العرق السامي اللي لازم هيفوز في النهاية مهما طالت النهاية دي وطبعا البجاحة دي من الغرب والامريكان اللي الامر بالنسبة لهم تعدى كونه مساعدة الاوكران للدخول في حالة عناد مع بوتن اللي واضح انه مستحيل يتراجع قبل تحقيق هدفه كامل من الحرب دي عموما خلونا نشوف ونتابع هتكون النهاية ايه ربنا يحفظ بلادنا من شرور هؤلاء ومن مكائدهم ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته